موسيقى الحقيقة حقت صد النهاردة مش هينفع ما تكلمش فيها عن بعض المحللين اللي تكلموا عاقب المباراة عاقب مباراة الاهلي واسمبا يعني في رأيي الشخصي لازم كمحلل تفرق ما بين تحقيق الهدف والصعود لنصف النهائي وما بين رؤيتك الفنية للي حصل في الملع خصوصا انه للأسف الفترة الأخيرة التحليل بقى على حسب النتيجة مش الأداء يعني ايه يعني انت لو متعادل الناس تقولك انت يعني يعني لو كذبان هتلاقي المحللين كتير يقولو لك ايه شعر في اللعبة الاهلي واحد ورا واحد حتى لو المباراة ليست جيدة ويقولوا بقى شعر برضو في كولر خلي بالكم لكن لو متعادل متعادل مش بقول خسران هتلاقي بعض المحللين يتلاقي اقولك ايه اصلا كولر كان وحش هو المسؤول واللعبة متراجعة وتسمع بقى كل الانتقادات اللي بتحصل قلت لحضراتكم من فترة كده ان التحليل التحليل مش باللقطة يعني ايه مش باللقطة التحليل بالموضوع يعني انا ممكن جدا احلل بطولة الدوري الافريقي اجي احلل بطولة الدوري الافريقي الاقي نادل قالي خد بطولة الدوري الافريقي في بعض المباريات الغير جيدة زي السنة اللي فاتت وانا بلعب سانداونز اتغلطت خمسة اثنين خلاص كل الناس قلت لك ولازم يمشوا واللعبة تمشي وكولر يمشي حضراتكم فاكرين هذا الكلام ولا مش فاكرينه اكيد فاكرينه مع بعض قلنا ان كولر لازم مشيحنا بعض الملايو شجع قالك لازم كولر يمشي والناس تمشي وكل الناس تمشي ولكن بعد التفكير الهادئ الناس كملت وخدت البطولة في نهاية الامر هل ده معناه ان الفرقة كانت كويسة في اليوم ده لا طبعا كنا وحشين جدا وحدة من اسوأ المباراة ولكن في النهاية لما تيجي تحلل اليوم كله او تحلل البطولة كلها هتجد ان انت بتتكلم عن النادي الاهلي ان هو فاس في البطولة مش يتغلب خمسة في المباراة في المجموعات فكان وحش فده معناه ان هو هيفضل وحش لا النادي الاهلي ما بتحسبش بالقطعة النادي الاهلي ما بتحسبش بالمباراة النادي الاهلي بيتحسب بماذا فعل او الادارة بتحسب المدير الفني في اي لعبة بالمناسبة بهذا الشكل تحليل الفني له تفاصيل كتيرة جدا واولها انك تشوف الفريق بيوصل للمرمى الخصم بمعدل كم مباراة كم مرة نقاسف في المباراة وبيسجل كم هدف من الاهداف المتوقعة ولو ما سجلش ما سجلش ليه تفاصيل كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها ولكن التحليل بتاع اللقطة هي النتيجة كام النتيجة واحد واحد المباراة وحشة كولر وحش كولر مغيرش اصل مش عارف مين مش قادر يجري اللعيبة كلها وحشة اللعيبة دي مش هتاخد البطولة اللعيبة دي كذا مانشي كل واحد حر وكل واحد يقول اللي هو عايزه ولكن افتكروا ان هناك ايام او امور كانت بتحصل قبل كده او بعض المباراة السابقة اتغلبنا ولكن في نهاية الامر او نهاية المشوار خدنا البطولة هقول لما نكسب نقوله كل حاجة حلوة والامور حلوة والدنيا لطيفة وكل حاجة حلوة صح؟ لكن اول ما نخسر كل حاجة وحشة او لا قدر الله يعني نخسر او نتعادل يقولك كل حاجة وحشة والإدارة وحشة والجمهور وحش والعيبة وحشة والمدير الفني لازم يمشي مش هو ده اللي بيحصل هو ده اللي بنسمعه انا وجهة نظري ان مثل هذه الامور هي كلام حيث مش صحيح بعيدا عن التحليل الفني بالمناسبة لانه ممكن جدا انتقد اداء النادي الاهلي النهارد ما عنديش مشكلة ان حد ينتقد اداء النادي الاهلي النهارد العايز ينتقد ينتقد ولكن ما هو ده الاهلي احنا كلنا قلنا أنه هو في الشوت الثاني في المباراة اللي فاتت أمام سيمبا المباراة دي كانت الشوت الأول تخلص ثلاثة أربعة فكانت المباراة سهلة والفريق جيد فريق سيمبا فريق جيد وكل حاجة ولكن النادي الأهلي كان أفضل في كل شيء في المباراة الأولى في الشوت الأول كل ده احنا قلناها واتكلمنا مع حضراتكم فيه والنهاردة بقى حتى لو ده عكس الطيار اللي ماشي لكن أداء النادي الأهلي من حيث صناعة الفرص كان جيد دايما بقول لحضراتكم في هذا البرنامج أنا لا أتكلم عن السلبيات يعني ضيوفي بنتكلم مع السلبيات وبيقولوا أن عندنا سلبيات واحد اتنين تلاتة وبنعملها وبنقولها ولكن أنا شخصيا دايما دي طريقتي هنا في القناة الأهلي في خارق القناة الأهلي لما باجي أتكلم بأتكلم غالبا على الإيجابيات خصوصا في فريق زي باسم النادي الأهلي إيجابيات ايه النهاردة؟ سنعطي فرص كثيرة جدا طب السلبيات السلبيات أن احنا عندنا عدد ليس بالقليل من اللاعبين مش في مستوههم الفني في الطوب لا نتكلموا بنحل البواقعية وكل شيء وقلت لحضراتكم في هذا المكان أن المباراة دي يا جماعة مش سهلة ما حدش يقول لي أصليحنا هنكسب وحنكسب يلا هنلعب سانداون زي أمتى؟ أديكوا شفتوا في ثانية الكرة بتتغير عندنا مشكلة في عدم استغلال الفرص بالشكل الأمثل واضحة جدا هادي محتاجة كلام لكن كولر؟ لا كولر مدير فني جيد مش جيد مدير فني ممتاز مش وحش عشان النهاردة هتعادل فيبقى وحش ماينفعش وبعد ما وحقق الهدف وهو الصعود للدور النصف النهائي ولا خسر ولا بره ولا جو ما لو كان خسران كنا عملنا ايه المباراة اللي زي دي بتخليه هو نفسه يفكر ويفكر خلال المرحلة القادمة كيف سيلاقي سانداونز فريق سانداونز أفضل من سيمبا عشر مرات ولكن فريق النادي الأهلي اللي احنا عارفينه أفضل من فريق النادي الأهلي اللي شفناه النهاردة عشر مرات برضه وبالتالي تقدر تكسب أقدر أكسب ماينفعش للنادي الأهلي يتقلمس لهذا الكلام وده أنا هتكلم فيه النقطة اللي جاية على طول أما خلص هذا الأمر يعني التحليل دائما بيحتاج تركيز في تفاصيل كتيرة جدا فيش مدرب بيجيب خمس بطولات في موسم ويبقى مدرب بقى وحش عشان ماتش كان مستوى اللي يبقى قلق أو غير أو ما غيرش فنطلع نقول عليه أصله هو مدرب وحش ما عندوش فكرة وده لازم مش عارف ايه الكلام اللي حضراتكم بيتقال ده والله بجد أنا بقعد أتفرج واسمع وقعد أتحك ما هو لو فيه أخطاء ما هيتتصلح لكن لما تكون محقق هدفك ان انت تصعد طب ليه ده اللي تبقى بقى حاجة اسمها ما عرفش أنا الحقيقة ما عرفش أسميها ايه تلاقي ان الناس بتتكلم وان انت عامل كل حاجة جيدة خلال الفترة اللي فاتت مش بتكلم على مباراة النهاردة تحديدا خلال الفترة اللي فاتت عامل شكل جيد جدا فدلوقتي انت أصبحت وحش حاجة غريبة جدا جدا جدا